إذا بدنا نطرح سؤال غياب علم النفس في العالم العربي لابد من أسباب أنه سوف يكون بديلاً عن التأويلات الأخرى عن القراءات الأخرى للمجتمع تتعلق بالفقه وبعض التأويلات الفقهية ودينية شوف علم النفس في أشياء شائعة وماشي كتير في العالم العربي وفي أشياء في مقاومة لإله الأشياء الشائعة علم النفس التربوي هذا شائع بالمدارس وبالكذا علم النفس الصناعي كمان في المؤسسات الصناعية المتقدمة يعني كل فروع علم النفس البعيد عن التابوات يعني البعيد عن التابوات في التحليل النفسي بالذات والعلاج النفسي كل ما يدرس أعماق الشخصية الإنسانية ويهتم بها هذا؟ هذا هو الذي يحارب ويقاوم ليه؟ ليه لأنه يمس المكبوتات ونطاق المحظور اللي تفضلته وقلت عنه نطاق المحظور يمس نطاق المحظور ولذلك يحارب العربي لا يقبل أن تدخل إلى نفسه تدخل إلى دخيلة نفسه لأنه يخشى الفضيحة ويخشى العار فيخشى مخلفات القهر والهدر والمحاذير الدينية بده وصفي براني كوصفة الطبيب بردول يعني إنه عمال كذا وعمال كذا وعمال كذا أما إنك تدخل إلى معالم نفسه تشريح النفس حتى تحرره من المكبوتات التي تسكي القيود الداخلية وتطلق طاقاته هذه يخشى أن يقربها